موسيقى وصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون لانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم بالأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار هجوم الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس وبلداتها القديمة وأقمع مسيرة في مختلف المحافظات لمساندة المقدسيين هذا وأصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب من قبل جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المصلين في محيط البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة كما اعتدى الاحتلال وفرق الخيالة ومركبات المياه العادمة على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين واباب الزاهرة وباب العمودة ومحيطه وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم وفي الطور أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية وفي العسوية اندلعت مواجهات بين الشباني وقوات الاحتلال الإسرائيلية هذا واحتشد آلاف المقدسيين بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأدى نحو 75 ألف مصل صلاطي العشاء والتراويح في رحاب المسجد المبارك وحطم المستوطنون زجاج مركبات سكان حي الشيخ جراح وهجم العشرات منهم مجددا مجموعة من المواطنين في حي المصرارة القريب من باب العمود وأحطموا عدة مركبات واعتدى مستوطنون على مركبات عدد من المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح ونفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالمدينة